عاماً من الأحداث لم يكن كافياً لإخراج محافظة أبيان من دوامة الاختلالات الأمنية التي عاشتها على مدى السنوات الماضية جملة من الأزمات كانت بينها القضية الأمنية هي الأبرز وتسببت الجماعات المتشددة في زعزعة الاستقرار من خلال تنفيذها للكثير من الهجمات الإرهابية التي راح ضحيتها بعض الجنود والتي على إثرها تواصل قوات الأمن إطلاق عملياتها العسكرية لملاحقة هذه الجماعات في عدد من المناطق والقرى الشرقية من المحافظة الحملة الأمنية في محافظة أبيان لا تزال مستمرة وسوف تستمر لأن هذه الأرهابيين لا يمكن أن يهدأوا إلا بالمكافعة من الطبيعي أن تنعكس حالة الوضع الأمني على جوانب الحياة خصوصاً الاقتصادية التي تمس حياة الناس بشكل مباشر حيث شهد الوضع الاقتصادي تدنياً ولا يزال السكان يعانون من ترد الحالة المعيشية كما مثلت أبرز العوائق التي كشفت عن عجز الحكومة الشرعية في تبني سياسات اقتصادية تنتشر المحافظة من حالتها هذه المحافظة التي نظهر فيها أنه لا يوجد أي أهمية للمواطن ولا يتابع احتياجات المواطن كل مسؤول يلف إلى جيبة الوضع الصحي لم يكن بخير أيضاً هو الآخر شهد انهياراً واضحاً في بعض مدن المحافظة وسجلت التقارير الطبية مئات الحالات المصابة بمرضي الكوليرا والدفتيريا بالإضافة إلى تسجيل الكثير من الوفيات لأمراض كالحصبة وسوء التغذية بينما كانت المرافق الصحية والمستشفيات تعاني من شح الإمكانات والأدوية وافتقارها في أغلب الأحيان إلى الكوادر الطبية المؤهلة الأمر الذي فاقم من رداءة الواقع الصحي في أبيان بشكل عام فعلنا المراكز والمستشفيات فعلناها للشغل والآن نحن نسعى إلى تطوير الخدمات ونسعى إلى تحسين من العمل الصحي المنظمات تدعمنا في الجانب الوقائي ونحن بحاجة إلى دعم في الجانب العلاقي نحن بحاجة إلى تدخلات في الجانب الإنشائي أعادة وتأهيل وترميم المستشفيات والمراكز الصحية أعادة تأهيلها وتزويدها بالمجهزة والمعدات الطبية حالة التدهور التي عاشتها المحافظة هذا العام دفعت بالكثير من المواطنين إلى تنفيذ وقفات احتجاجية متكررة خصوصا المعلمين حيث طالبوا السلطات بزيادة مرتباتهم بعد إعلانهم الأضراب المفتوح وإيقاف الدراسة في جميع المدارس ما أدى إلى تأخر العام الدراسي في أبيان إذن فالتحديات التي واجهت الحكومة في محافظة أبيان خلال هذا العام شملت كافة القطاعات الأمر الذي جعل عملية الاستقرار بحاجة لإيجاد استراتيجيات أخرى لتجنب الوقوع في الأخطاء والاختلالات التي أعاقت عملية النهوض بالمحافظة خلال هذا العام لطفي إبراهيم قناة بلقيس أبيان